محمد احنا في المجلس لاعلى القضاء بالفعل في قلب النقاش محمد اليوم مباشرة بعد دقائهم برئيس الجمهورية يعني اصدروا بيان يعتبر محمد شديد اللهجة فيما يخص يعني الوضع القضائي في تونس معنا يعني في المباشر اسي يوسف بوزخير مرحبا بيك علي ذاتي ديونة مرحبا مرحبا سي محمد انت رئيس المجلس لاعلى القضاء مباشرة سيد الرئيس مباشرة بعد دقائهم برئيس الجمهورية هبطت بيان تذكير بموقف سابق ثم جديد بتنبيه او التحذير من حل المجلس الاعلى القضاء عن طريق المرسيم هل انه نفهم انه ثم مرسوم من رئيس الجمهورية خص المجلس الاعلى القضاء ايه ولا حقيقة رئيس الجمهورية لم يتعرض في اللقاء الى مسألة حل المجلس الاعلى القضاء احنا ذكرنا به وذكرنا بموقفنا ثابت اللي يصدرها على الجلسة العام النهارة 4 نوفابر واللي اعتبرنا فيه المجلس على القضاء او ضمانة اساسية لاستقلال القضاء ضمانة لاستمرارية الضمانات الموضوعية للقضاء واللي هي اهمها انه القاضي لما يقضي يقضي تبقى القانون ولا سلطان عليه في قضائه لغير القانون وجود هذا المجلس وجود هيكل تصهر على تحييد المسارات المهنية للقضاء هي الضمانة اساسية انه القاضي لما يحكم يحكم تبقى ضميري وتبقى القانون واللي قاة كانت ناول وضعيات طبعا مش غافية هو الوضعية متع النظر في القائمات الانتخابية وغيرها ووضحنا المسائل والعوائق اللي تعترض ضد القضاء في المسألة هذية كما في مسألة محاربة الفسد هل سيتم الرئيس الجمهورية ماشي في اتجاه اسقاط القائمات عبر مرسيم؟ لا ما عبرش رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية احنا اللي تحدثنا فيه مع رئيس الجمهورية هو دور القضاء في هذا المجل ووضحنا للرئيس الجمهورية ان مسألة اسقاط القائمات هي مسألة اجرائية تتم امام محكمة المحاسبات تبقى اجرائات قديمة وقديمة جدا منذ 68 الاجرائات هذه يصفها الرئيس بالبطء هل انه تم بطء اليوم في القضاء؟ هي بالفعل اجرائات بطئة اجرائات معقدة جدا لانها تتعلق بمحاسبة المحاسبين العموميين على اخطاء التصرف وهذه اجرائات قديمة اجرائات تتعلق بالتبليغ اجرائات اذا كانوا نضيفوا لها اتقاضي على درجتين امام محكمة المحاسبات اللي بموجب قانون 2019 في محكمة المحاسبات الابتداء استناف ثم تعقيب فالطبيعي جدا انه مصار الحكم في هذه القضايا بشيخ وقت من الزمن هذا عنده اسبابه الموضوعية كما قلت واسبابه التشريعية بالاساس رئيس انتم تعرفوا اللي في لقاء سابق رئيس جمهورية مع وزيرة العدد طب منها اعداد مشروع قانوني خص المجلس هذه حكيتوا فيه معتشنو المشروع هذي شنو يمكن هدد المجلس وجود المجلس احنا البرسوم هذي حددنا منه موقفنا قلنا اسلاح القضاء في الظرف الاستثنائي مش ممكن قلنا انه المجلس الاعلى للقضاء وجوده ضمانة اساسية لاستقلال سلطة قضائي هذي حكيناه وعبرنا عليه في شنو كرد فعل الرئيس شنو كرد فعل الرئيس شنو كرد فعل الرئيس هو رئيس خدر بقول صراحة رئيس نفهم البيان هذه بالشدة هذه مباشرة اثر اللقاء وكأنه اللقاء مع رئيس جمهورية ما كانش في مستوى الانتظاراتكم على القلب لا لا الحقيقة احنا معناها كما قلت رئيس الجمهورية عنده وجهة نظر معينة معناها في خصوص المجلس الاعلى للقضاء وهذا بلاقي لا يخف اكلف وزيرة العدد باعداد مرسوم في هذا المجاة ونحنا قلت لك نعتبر انه لا يمكن المساس في المجلس الاعلى للقضاء لا يمكن حل المجلس الاعلى للقضاء في هذا الوضع الاستثنائي مثل تسلاح القضاء هي مسألة تشاركية تتم في ظروف عادية اذا اصر رئيس الجمهورية ومشا في حل المجلس شنية تكون ربما موقفكم اريد تفعلكم وقت اوه وارد جدا احنا ما حسناش من كلام رئيس الجمهورية انه من الوارد حل المجلس على القضاء ربما انت عندك معلومة اخرى لكن احنا على كل حال متماسكين بوجود هذا المجلس اه مسألة تحلوا بواسط المرسيم نعتبرها عودة الى الوراء نعتبرها عودة الى ما قبل الضمانات الدستورية لاستقلال السلطة القضائية نعم محمد نعم محمد نعم رئيس يعني بعد خمسة عشرين تواتر الاحديث من رئيس الجمهورية في مخص القضاء في مخص طبات وقضاء في مخص الوضع القضائي بصفة عامة هل تعتبر انه هذي ضغط على السلك القضاء ضغط على القضاء واليوم وين ينجم يمشي اكثر على ضغط هذي معتا لما ضغط اليوم على القضاء والله هو طالما انه المجلس الاعلى للقضاء موجود وانه مسارات الميانية للقضاء عنتها محيدة او بمنأة عن تدخل السياح بمنأة عن تدخل السلطة التنفيذية بمنأة عن تدخل اين كان طالما انه في يد مجلس اعلى للقضاء منتخب ومجلس اعلى للقضاء جابعت معناها دستور جديد وضمن ضمانات كبيرة دستور انهو دستور الفين واربعتاش لرئيس الجمهورية متمسك وانه دستور قائم الذات وانه يعمل في اطار دستور وانه باب الحقوق والحريات هو معناها اه موجود ولم يقع المساس به كيفاش تقرؤ على باب الحقوق والحريات هو بالضرورة ابقاء على باب الخامس متعلق بسلطة قضائية تعرف ان القضاء هو سلطة مستقلة تحمل حقوق والحريات تضمن علوية الدستور وتطبيق القانون رئيس اجابة مباشرة لو تسمع يعني ان تكون القضاءات الان بمنأة عن الضغط الان بمنأة عن الضغط في وجود المجلس على القضاء اجابة مباشرة لو تسمع رئيس كيف تقرؤون التصريحات رئيس الجمهورية في كل مرة فيما يخص يجبط القضاء في كل مرة تأخر القضاء ربما التشجيع البطء في القضايا ربما ثم حتى تلعب في القضايا تحدث انه البارح مثلا انه تم تبرئة وتدخل في عديد الملفات للتبرئة كيفاش تقرؤوا كقوذات احنا في هذا الموضوع بالذات المجلس الاعلى للقضاء لا يتحمل اي مسئولي المسئولية هي في يد الجهاز التفاقدية واللي هو تحت امرت السلطة التنفيذية تحت امرت وزارة العدل اللي هي معناها مسئولة على التفاقدية العامة بوزارة العدل وهذا المصار الوحيد اللي يمكن انه ثبته فيه ثم تلاعب ولا ما ثمش اه يعنيكم المشاركة في المرسومة اللي تعد فيه وزارة العدل يهمكم اي احنا موقفنا واضح احنا نرفض المساس بالمجلس الاعلى للقضاء في الظرف الاستثنائي هذي موقفكم العامة موقف الجلسة العامة موقف الجلسة العامة وذكرنا به امس الاصلاح اصلاح اليوم من الجهاز اليوم برشة كلام على القطاع هذا ثم برشة يمكن تحدث فيه ثم قضايا ربما ثم يمكن الكثير عن الحديث عن الجهاز القضاء وعن القضاء في تونس قبل 25 وحتى بعد 25 انتم كقضاء كمجلس العامة عليش احنا نتحدث عن القضاء ودوما سنبقى نتحدث عن القضاء لانه على مرور الحكومات وعلى مرور الازمان ما تماش ارادة حقيقية ليس لحق القضاء لانه ارادة سياسية لانه في الاخير السياسي هو الذي يشرع وهو الذي تماش ارادة حتى المجلس الاعلى للقضاء لما وقع احداثه وقع في شأنه عديد النزاعات السياسية بل انه حتى مسألة دستورية بتاعه كانت محل شد وجذب بحيث انه ضروري انه السلطة القضائية اللي تحطت في دستورة 2014 اللي ما زالت ما تركزتش جميع مؤسساتها خلي نركزه جميع مؤسساتها ونبعد نحكم عليها ونقول القضاء ذا معناه ينجم يواصل بهذه الطريقة او لا يواصل المجلس ينجم يواصل بهذه الطريقة او لا يواصل باش نختم معك كلمة للقضاءات اليوم اللي مسكين ملفات واللي اليوم رؤساء دوائر في مختلف شنية كلمة وشنوة حتى مش عن طريق الديوان فامو حتى انت مختلف المراسات الداخلية شنوة كيفاش تشجعهم كيفاش يبعدوا على الضغط اللي سير هذه كلها القضاءات مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون هذا هو هذا هذا مبدأ انساني ومبدأ كوني وهذا يستبتنه ضامير القاضي الذي يعمل بكل استقلالية احنا دورنا انه ندافعوا او نحيدوا المسارات المهنية للقضاءات عن تدخل اين كان ولكن دائما القاضي مستقل ولا سلطان عليهم في قضايا لغير القانون وهذا نشتركه في القناة في الاقتناع به مع رئيس الجمهورية مازال عندكم لقاءات مع رئيس الجمهورية ان شاء الله اي احنا اذا كان ضروري مش نلتقي مع رئيس الجمهورية نلتقي مع نششكين شكرا لك اذا سيد رئيس المجلس الاعلى للقضاء سيوسف ابو خراص على كل هذه المعطيات فيما خص يعني لقاهم برئيس الجمهورية والبيان الذي صدر عن المجلس ليلة امس